ازايكم عامدين ايه يا رب اكونوا بخير برج العزراء هنتكلم على توقعات الاسبوع التاني لشهر ينايل لعام عشرين اتنين وعشرين مبدأين برج العزراء احنا عندنا فترة هتكون مميزة جدا جدا الاضواق تتسلط نحوكم وبقوة وبقوة لان الشمس موجودة برج الجدي ده المنزل الخامس بالنسبة لكم منزل حظوظ قوية جدا منزل دعم عائلي دعم واسري بالنسبة لكم ده شيء هيكون رائع ومتميز كتير ولكن هتصابوا بالعين او بالحسد فيه امر يخص لما فرحة خبر مهم جدا يخص الامور العاطفية او العقد بشكل جدا متميز بالنسبة لك فحاول انك انت تداري على العقود وتشوف الاشخاص اللي انت عارف ان هم بيتغازوا منك او يضايقوا منك ارجو منكم ان انتو تبعدوا عن حالات الاستفزاز اللي هو مش عايزين نستفزل قدامنا يعني مش فكرة لو انا عايز اوري ان انا احسن ان انا اقوى ان انا افضل ان انا مش عارف ايه فاروح اغزق له قدامي وتعكنا بالعين وبالحسد خلي بالكم كتير انتو عندكم يومين حلوين رائعين متميزين قويين مليين اتفاقات حظوظ قوية جدا داعمة جدا انتو عليكم استخلال اليومين دول بقوة عنيفة جدا بالنسبة لك يوم 11 ويوم 12 قد ايه رائعين وقد ايه متميزين وقد ايه قويين الفترة دي او اليومين دول الامر متواجد في برج السور الترابي وده قد ايه بيخدمك منزلك التاسع منزل حظوظ ومنزل نفسية هدية بالنسبة لك كمان بالنسبة لك الشمس موجودة في المنزل الخامس منزل حظوظ ده شيء رائع كتير عطارد متواجد بحركة امامية لسه ولسه بالحركة الامامية في برج الدل وده بيأثر كتير في الامور اه اللي هو البيت السادس لو منزل الصحة وتصليح بعض الامور الى ان عندنا الاجواء وعوامل الحركات بشكل عام والمشتري طبعا موجود في الحوت تأثيرات دي كلها تعني ان اليومين دول بالنسبة لك مميزين فيهم عقود فيهم بداية فيهم اتفاق عاطفي فيهم خبر مهم جدا فيهم شيء انت منتظره بيحصل او بيتم فيهم حاجة قادرة على نقلك لمرحلة ايجابية في نفس الوقت عليك ان انت لا تتكسل عن العمل خلال اليومين دول اليومين دول يدعموك هو بقوة تبقى ماشي كده الحظ يجي يخدمك عارف انت لما تيجي تبقى ماشي على رجلك رايح مشوار ماشي على رجلك كده تقابل فلان ابن فلان ولا حد قريبك ولا صاحبتك ولا مش عارف مين تاخدك في السكة بالعربية ولا انا بحب الحتة الجي اوي ولا بحب الاجواج ايه ده انتش هنا تعالي خسافة مني المهم يعني فبرج العزراء اللي هو يعني مش بفيه وسيلة فيه توصيلة بالنسبة لك فاذا الاجواء بالنسبة لك لطيفة جدا جدا يا برج العزراء اليومين دول فاذا اسعى اسعى والحظ هيجي يساعدك ويوصلك في الطريق طيب بالنسبة يا برج العزراء الامور المهنية انا قلتلكم على افضل يومين بالنسبة لنا فيه ايام ممكن تكون بالنسبة لنا صعبة هو انا هتخلي بالي بس من الامور اللي ليها علاقة به اوراق ممتلكات انتقاد يعني ما انتقدش حد اخلي بالي كتير من الامور اللي فيها تعنيف اسلوب حاد اخلي بالي من السرعة في الشأن المهني اخلي بالي من التعاملات الوراقية الورقية او الاموال لان ممكن يحصل فيه اا بعض الين مثلا ممكن يكون فيه تزييف الاوراق نخلي بالنا من اي تلاعب او اي مشاكل فده بس النقاط اللي نخلي بالنا منها انت يوم 13 14 15 و 15 بالذات و 15 بالذات لان يوم 15 الى كوكب اعترض عياتها راجع فبرج الدلو وده يبقى فيه تأثيرات شوية مش افضل حاجة هنخلي بالنا من الامور الصحية كمان لان الامور الصحية ممكن تعطل لنا نجاحات مهنية او مشاريع او موعيد نبقى مجبورين على تأجيل موعيد في الامور المهنية وده انت هنخلي بالنا يعني باقي الايام اللي هو غير 11 و 12 يعني يوم 8-9-10 جزء من يوم 10 وكمان هيكون يوم 13-14 وبالاخص يوم 15 فلازم نخلي بالنا جدا طيب بالنسبة كمان يا برج العزراء الامور المالية مصاريفك كتيرة يعني عندك مصاريف كتير او احتياجات كتير او ممكن يكون عندك حملة شرائية عايز تشتري حاجات كتيرة بالنسبة لك بس في نفس الوقت يا برج العزراء جاي لك فلوس حلوة عندك مكاسب مالية من الناحية المهنية ممكن يكون اضافة مالية او مكافأة مالية او راتب يكون بمرتب يعني نسبة اعلى فاذا انت عندك مال هيكون افضل كتير الوضع المهنية عروض مهنية برضو جيدة وده هيأثر على طبعا الجانب من الناحية المالية فاذا الوضع المالي حلو بس مصاريفك كتير فالمال اللي بيجي بيروح في المصاريف فبتحس ان العملية متسيسرة بس مش بتحوش فهيعملني الازموع ده شكله ايه في المصاريف فده شكل الوضع جدا كمان انت عندك هيكون اهتمام بالشكل قوي واهتمام بالمظر قوي واهتمام باللبس قوي واهتمام بيالاتيكيت قوي واهتمام بال يعني اذا ماهو الاهتمام ده بفلوس يعني فاميه ماهو الناس اللي بتبقى شيك ولا ولا ماهو كل ده بيسرف اسرف 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 ناس مصاريفة فيه ناس بتصرف على كرشوشة يعني الكرش يعني البطن يعني لا اكل يعني اه فاحنا عندنا بنقولها كرشوشة المهم فبرج العزراء عندك مصاريف كتير عليها علاقة بالمظهر جدا جدا او تغيير لمكان سكن او دفع قصط ليه حاجة ليها علاقة بامور مثلا عقارية او حاجة انت بتستخدمها حاجة انت متعيش فيها ممكن تكون سيارة او مكان عمل تمام فاذا فيه مصاريف بتتدفع للحاجات اللي زي كده جدا طيب برج العزراء من الامور اللي ليه علاقة بالوضع العاطفي خلال الفترة دي فيه عندك عقود اتفاق امور عاطفية في خلال يوم 11-12 جزء من يوم 10-11-12 الفترة دي فيها اتفاقات عاطفية فيها تحديد لمواعيد عاطفية فيها تحسن لوضع عاطفي فيها لقاءات عاطفية فيها اجواء حلوة من الناحية العاطفية اذا عندنا قادر اقول تحسن في الامور العاطفية انت عايز استقرار عاطفي على فكرة جدا انت عايز استقرار في امورك الحياتية عايز توصل لتارجة معين في كل حاجة نهنيا ماليا عاطفيا اجتماعيا عائليا لكن فيه الأمور العاطفية بالفعل فيه اتفاق في الأمر العاطفي خلال الجزء من يوم 10 و 11 و 12 بس هداري هداري لأن الوضع اللي هو اللي ليه علاقة بالأمور الخاصة بالاستقرار والاتفاق والجوا ده يبقى موجود في الفترة دي حاجة مهمة جدا تعني بالأمر ده بس ممكن تتحسد فخلي بالكم كتير لأن الأمر ممكن لا يكتمل بسبب حسد بسبب غيرة بسبب حجد بسبب تلاعب في بعض الأمور أو نوع من أنواع أن أشخاص عايزة تهدد استقرارك المريخ أن يكون موجود في برج القوز من نسبة لك المنزل الرابع ده يعني جدا النقطة اللي أنا قلتها لكم فخلي بالكم كتير من الناس اللي حواليكم لأن فيه أشخاص عايزين أنهم يهددوا استقراركم مليون في المية طيب برج العزراء الأمور العاطفية كمان فيه معجبين كتير لكم يعني فيه أشخاص معجبة بكم جدا معجبة بالستايل بالتغيير اللي هيكون متواجدة عندكم لأن بالفعل فيه تغيير من أول أنتوا من أول من أول يناير فيه تغيير بس الفكرة كلها أنه يبقى عندك تغيير متضاعف أكثر فأكثر فأكثر وده بيأثر كتير أنه يبقى فيه معجبين طيب برج العزراء فيه تحسن فيه العلاقات العاطفية أو العلاقات اللي كان فيها طرف ثالث بيبدأ أن الوضع يتحسن بتغيير عقد على نفسكم أو اتفاق خاصة يوم 11 أو يوم 12 الفترة دي بتغيير من يوم 10 أو 11 أو 12 بتغيير عهد على نفسكم بقرار معين اتفاق معين الشريك بياخد عهد على العلاقات العاطفية بحاجة معينة فإذا فيه تحسن في العلاقات العاطفية أكثرها مع أبراج ترابية وأبراج هواية طيب برج العزراء خلال الأسبوع ده هيكون عندكم نية لأنه تصلحوا علاقات تصلحوا أخطاء قمتوا بيها تصلحوا انتقاضية وجهتوها لحد وده بيأثر كتير على نفسيتكم وطبعا نفسية الآخر بيأثر كتير اللي هو إحنا ليه قولنا كده وعارفين أنا نفس الموضوع معين أنا برج هواي ولكن أنا ممكن أقول الكلمة تنطلق زي الرصاصة وبعدين أقول أو أنا كده خربتها ولا لسه عارفين اللي هو يعني بشاور لسه نفسي المهم فإنتوا بس لا برج العزراء ملك الانتقاضية ملك الانتقاضية برج العزراء بس صراحة الأمر هتبقوا بتنتقدوا نفسكم كتير على انتقاض انت وجهتوه لحد هيبقى فكرة اللي هو إيه طب يا ريتمي ما كنت قلت وكنت قربت منه فعندك ده جدا يعني عندك النقطة دي كتير هتبقى متواجدة برج العزراء هيبقى عندك الأمور العائلية فيه عزومة فيه لم الشمل فيه ترابط عائلي فيه الأجواء دي يعني فيه تحسن في الأمور العائلية بس الفكرة كلها انك يا برج العزراء هيبقى فيه أشخاص انت عارف ان هم يعني انت عارف بتعملهم لله و للوطن كده اللي هو انت عارف ان فيه ناس بتبقى بالنسبة لك اللي هو يعني بعملهم عارف فكرة لما يبقى حد قريبك بس انت بتستغلسه يعني فيه حد قريبك بس انت بتستغلسه فعلا وبتقول يلا ما هو عشان صلة الرحم ما هو عشان قريبي ما هو مش عارف عشان ايه لكن انت بتعدي الدنيا يعني بتسكت عشان خطر تعدي عشان ما يحصلش مشاكل بالزبط ده اللي عندك عندك ده جدا جدا بتسكت عشان الدنيا تعدي عشان ما يبقاش فيه مشاكل يعني فعندك النقطة دي في الأمور العائلية طيب بالنسبة كمان لحاجة تانية يا برج العزراء خلي بالكم طبعا على الوضع الصحي خلي بالكم كتير من اي تلاعب ممكن يدور حواليكم انا اقول لكم بس شوية نصائح على السريع خلي بالكم كتير من ان انتوا مطالبين التركيز مطالبين ان انتوا تركزوا فيه اموركم اللي لها علاقة بعقود بكتابة انتوا عندكم حظوص وفيرة جدا جدا اللي لها علاقة بزي شراكات مهنية بس الفكرة كلها انك لازم تدور كويس قوي على الشراكة المهنية هلها تبقى كويسة هلها تبقى لها ايه الحق والمستحق والجاو ده لازم يبقى في بالكم بشكل كتير جيد امور قضائية انتوا بتنتصروا فيها جدا جدا بالنسبة لك كمان الحاجة اللي لها علاقة بالتعطيل او تأخير خلي بالكم كتير ما بقلاش ان انت تبقى متدايق ما تشايلش نفسك ضغطة حاول تاخد الامور بالسياسة بهداوة فكرة عارف لا اللي حصل حصل هنعمل ايه يعني حاول ان انت تبقى بتعدي الدنيا حاول ان انت ما تبقاش بتشغل بالك بكل كبيرة وصغيرة حاول ان انت تعرف ان الوقت ساعد بيبقى مناسب كتير او الوقت بيبقى مساعد او الوقت مش مساعد فاذا عليك ان انت تبقى مؤمن كتير ان الوقت بيبقى لنا اوقات وعلينا اوقات تانية فانت عندك خلال الاسبوع ده عندك يومين مميزين او 3 ايام مميزين حاول استغلالهم جدا جدا يوم 10 11 12 الدهر يوم عشرة بعدين حداشر يوم اتناشر عندك الايام دي قوية في استغلالها عندك في فرص عندك في قوة اي تأجيل ما تزعلش عليه اي تأخير ما تزعلش عليه هو ما فيش نهاية الامر ولكن في تأجيل يعني ده هيبقى شيء حلو برضو عامة انا بشكركم جدا بتمنى لكم كل الخير كل السعادة بتمنى لكم اسبوع سعيد ما تنسوش الله عليكم وشيركم وشاركة في قناة تفعيل الجرس سلام